تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله أقام فخامة الرئيس جوربان جولي بيردي محمدوف رئيس تركومانستان الشقيقة مساء هذا اليوم مأدبة عشاء بمناسبة زيارة دولة رسمية التي يقوم بها جلالته إلى تركومانستان الشقيقة وذلك في قصر الرئاسة حضرها الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى وكبار المسؤولين في الحكومة التركومانستانية وتبادل صاحب الجلالة مع فخامة رئيس تركومانستان الأحاديث الودية حول ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة وتعاون وثيق على المستويات كافة وقد عزفت الفرقة الموسيقية التركومانستانية مقطوعات موسيقية تركومانستانية وعربية ترجمة نانسي قنقر